كمغاربة كعرب وكمسلمين نعيش في هذه الأيام ظروفا جد صعبة ما يقع في فلسطين عموما في غزة خصوصا أفقدنا الصواب وشغلنا ليلة نهار وحتى لا أقول أقع قلوبنا يعني لا أكاد أجد الكلمات يعبر عن ما ينتابني وينتاب إخواني حسب ما أرى وأشعر به صفة عامة من الناس الذين أعاشرهم حتى أنه في جلساتنا ولقاءاتنا على المستوى المسؤولية ما حاولنا أن نرجع إلى التزاماتنا العادية لا نجد فكاكا من طرح الموضوع أول نقول كل شيء ما يجري في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا ولأخواننا المدنيين خصوصا ليس فقط لأنهم لم يقترفوا جرما يعاقبون عليه ولكن يعني هم ليسوا احتطرفا في السراع المباشر السراع بنا بين يعني انظمة حماس ونحن مع حماس ولكيان الإسرائيلي ولكن اليوم الذي نراه يفقدنا الصواب من حيث يعني القصف الذي يستهدف الساكنة العادية وبين يعني وبينكم كما يقول المغارب بين ومنكم أنا لا أصدق أن عدد القتلى هو عشر ألاف بل هو أكثر من ذلك بكثير وكيف يمكن لمدينة تعيش هذا الضمر كله أن تعرف كم يموت من أبنائها تحت الأنقض يعني هذا كل التسميات صالحة يعني جرائم حرب حرب إبادة يعني وغير هذه من الكلمات كلها يعني تحق أن تسمى بهذه و لا نرى ولا نجد يعني الموقف الذي نتخيل أن مجرد الإنسان يتقتضيه إلا في حدود إلا في حدود فلا الجماهير خرجت بما فيه الكفاية في تقديري بما في ذلك في بلادنا وللحكام قاموا بواجبهم في المساندة بالحد الأدنى الذي يطيق كما 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 قال لهم الأخ أبو عبيداء يعني لا سمح الله أن نسألهم أن يحملوا يعني أسلحتهم ويرحلوا إلى غزة كما يقتضيه الشرع حسب الذي نفهم ولكن هناك مسافات ومساحات يمكن أن يقوم بها الإنسان حتى وإن لم يكن متأكدا أنه سينتصر ولكن أن يقوم بها الإنسان لأنها لحد الأدنى من المناصرة وربما الحجة التي تنفعنا أو تنفعه عند الله سبحانه وتعالى لأن الله سيسألنا سيسألنا عن تقصيرنا جميعا في حق إخواننا المواطنين الأبرياء والبسطاء والذين ليس عندهم سلاح ولا ولا يقاتلون وخصوصا أنه اليوم لا يقتلون وربما يعتبر هذا أهوان يعني المصائب لأن لكي يقول لما ترتاح ولكن يحرمون من الماء ويحرمون من الطعام ويحرمون من الدواء ويحرمون من الإسعاف ويطلب منهم أن يتحركوا فيتحركون ويقصفون وأشياء فضيعان على كل حل استهنا لكي أقوم بالأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام التي تعرفونها جميعا ولكن أنا هنا لأقول لكم أن هذا الأمر شغلنا وشغل وملك علينا عقولنا وقلوبنا وأجسمنا ونحن في محنة يا ذي الحق يا ذي ترجمة نانسي قنقر